السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمكن المغرب من التأهل إلى دور 16 بأفضل نتائج في تاريخ العرب وإفريقيا بنتيجة 2 مقابل 1 بعد مبارته أمام المنتخب الكندي في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في نائيات كأس العالم إذن في هذا الفيديو سوف أسرد لكم ما قيل عن هذه المباراة وما قيل عن فوز المنتخب المغربي إذن بداية غد نبدأ بعزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية وصف عزيز أخنوش تأهل منتخب المغربي بالبطول قائلا في تدوينة له بمناسبة تأهل بطول للمنتخب الوطني لكرة القدم من كأس العالم قطر 2022 وهنئ جميع مكونات الفريق الوطني وعموم الشعب المغربي وأضافها أيضا في تدوينته على حسابه على الفيسبوك هذا التأهل هو مصدر للفخر والاعتزاز وكيعكس الروح الوطنية للعالية للعبين ديالنا ورغبتهم القوية في تمثيل بلدهم أحسن تمثيل كانت مننا لأبطالنا المزيد من التألق في المباراة القادمة إن شاء الله المهدي بن سعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل قال في تدوينة له ألف مبروك المتخب الوطني للشعب المغربي شكرا على هذه الفرحة شكرا على الروح القتالية ديال جميع اللاعبين دون استثناء وشكر خاص للمدرب رغراجي لكل الطاقم التقني والإداري والفني والجامعة الملكية على مجموهوداتها وبالتوفيق فيما تبقى من الكأس مضيفا هذه البداية ومازال مدال شاكيب بن موسى وزير الطربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قال في تدوينة له ألف مبروك للاعب المتخب الوطني والجماهير المغربية هذا التأهل مستحق لدور ثم نهاية كأس العالم 2022 وبمناسبة هذا التأهل الذي سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب المغربي قاطبة توجه بالشكر لللاعبين والأطور التقنية والإدارية وكذا الجماهير المغربية التي كانت خير سند للمنتخب الوطني بالتوفيق إن شاء الله للفريق الوطني في المباراة المقبلة ولي عهد دبي تفاعل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي مع الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي للكرات القدم عقبة أهله إلى الدور الثاني من فعاليات منافسات كأس العالم قطر 2022 متصدرا مجموعته ونشر الشيخ حمدان بن محمد تغريدة على موقع تويتر جاء فيها مبروك لأسود الأطلس هذا التأهل المستحق مبروك للشعب المغربي الشقيق أفرح سم كل العرب من المحيط للخليج وأضاف ولي عهد دبي في التغريدة التي أرفقها بصورة وثق فرحة لاعب المنتخب المغربي نعتطلع لمزيدا من الإبداع في دور 16 وبالتوفيق إن شاء الله برقية تهنئة من ملك مملكة البحرين الملك محمد السادس فيها أشاد بما قدمه المنتخب المغربي وأرسل برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس يعرف فيها عن إخلاصه عن أخلص تهنيه بمناسبة أهل المنتخب المغربي دور 16 في بطولة كأس العالم 2022 ولي عهد أوردن يهني أيضا المنتخب المغربي هنأ أسمو ولي عهد الأمير الحسين بن عبد الله ثاني اليوم الخميس المنتخب المغربي بعد فوزه على المنتخب الكندي وتأهولي للدور ثاني من منذ القطر وقال ولي عهد عبر خاصية ستوري في الإنستغرام تأهول عظيم للمنتخب المغربي مبارك لأسود الأطلس الرقراجي قال بأن الجميع حرب اليوم من أجل الفوز وكتابة التاريخ وزاد عندما تأهلني الضور ثاني في منذ 1986 كنت طفلا فرحت بتلك اللحظة وأتمنى أن أكون قد منحت نفس الشعور للمغاربة في مباراة اليوم جون هيردرمان مدرب كندا يقول بأن الهدف الأول أربكنا وتلقينا ضغطا كبيرا من المنتخب المغربي حيث قال بأن المنتخب حافظ الراجي الإعلامي الجزائري حافظ الراجي قال في منشور له على صفحته الرسمية بالإنستغرام ألف مبروك للمنتخب المغربي وجماهيره الكروية تأهل أسود الأطلس المستحق إلى ثم النهائي كأس العلم مرة الثانية بعد منذيال 1980 برافو عليكم برافو الشباب وبالتوفيق إن شاء الله ألف مبروك للمنتخبنا الوطني إن شاء الله في الفرصة المقبلة لنا موعد في الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر